نورانا الكاتبة ودكتورة جاسمين السيد والذي هنتكلم معاها عن كتابها اقفش نرجسي وجاسمين هي صيدلانية في البداية وبعد كده اتجهت لدراسة علم النفس والكتابة وعلى فكرة الماجستير بتاعها كان في النرجسية وده اللي انا عرفته منها قبل الحلقة مساء الخير يا جاسمين مساء النور اهلا بيكي والحقيقة انه انا معجبة اقول كلمة اقفش يعني اقفش نرجسي نرجسي دي معروفة ويمكن فيه الناس كتير اتعرضت لشخصيات نرجسية ويتكتب على الشخصيات النرجسية كتير بس كلمة اقفش نرجسي دي هي المختلفة شوية ليه اقفش هقولك ليه انا الاول عشان اكتب كتاب النرجسية ده بدأت انزل في الشارع واسأل الناس اسأل مثلا الكوفير بتاعتي في الكوفير تعافي يعني اقفش نرجسي قالتلي اه مش ده شخص كده بيبع متكبر كده ومتعالي فلاقيت الناس عندها يعني معلومات خاطئة تماما عن النرجسية عمر بالنرجسي كان الشخص المتكبر المتعالي بس ففيه كريتيريا بنقدر من خلالها احنا نشخص النرجسية وعلشان ان زي ما انتي قلت ناس كتير كتبت وبستاس كتير عالسوشيال ميديا فبقى كل الناس يسمعوا كلمة وياخدوا بقى ايه يعني كأنهم بيشتموا بعد انت نرجسي او يلقوا كده باللوم على الاخرين انت نرجسي وانت نرجسي منهر ما هم يفهموا يعني ايه نرجسية اشتركوا في القناة